طلاب الأعزاء يعطيك العافية نلتقي مجدداً لإعطاء درس جديد ومعلومة جديدة وهذا الدرس الرابع بالوحدة الثامنة من وحدة القياس هذا الدرس يتحدث عن المثلث محيطه ومساحته يتحدث عن المثلث محيطه ومساحته كلمة محيط تعني الإحاطة إحاطة بالشيء كلمة محيط تعني الإحاطة بالشيء المساحة ما داخل الشيء هنا تريد سمية استخدام سلك في صنع مثلث أطوال أضلاعه هذا المثلث هذا المثلث إحنا حكينا المثلث هو عبارة عن مضلع ثلاثي يتكون مثلث قطعة مستقيمة لكي يقسم منها مثلث إذن فهذا المثلث أطوال أضلاعه 30 سانتي 20 سانتي 30 سانتي في ضلعين متساويين والضلع الثالث مختلف هذا المضلع بسميه متلث متضل متساوي الساقين متلث متساوي الساقين راح تخدوه بصفوف العليا بس أنا بمهدلكو تمهيدات المضلع إذا تساوي المثلث ضلعين فيه يسمى مضلع متساوي الساقين ثلاثي مضلع ثلاثي أو متلث متساوي الساقين أو متساوي الضلعين هلأ ما طول السلك اللازم لذلك طبعاً لما بدأت تمسك سلك بدأت تلفه على الدائر على الدائر بدأت أخذ قطعة من هون إلى هون طولها 30 سانتي ومن هون إلى هون 20 ومن هون إلى هون 30 إذن القطعة بدأت أخذها عبارة عن مجموع أطوال المثلث إذن السلك الذي ستستخدمه سمية يشكل للمثلث كاملاً لذا يجب أن يكون طوله مساوي لمجموع أطوال أضلاع المثلث إذن طول السلك يساوي 30 زائد 30 زائد 20 ويساوي 80 سانتي إذن نسمي مجموع أطوال أضلاع المثلث نسميه محيط الشكل إذن محيط الشكل إذن أعطيكم ملاحظات هامة ملاحظة هامة قبل ما أحل السؤال رقم واحد محيط الشكل محيط المثلث هو مجموع أطوال أضلاعه الثلاث هذه معلومة حطي ليها في دائرة التفكير محيط المضلع هو أو المثلث هو مجموع أطوال أضلاعه الثلاث مجموع أطوال أضلاعه الثلاث هنا في عندك مثال احسبي محيط المثلث المرسوم كلمة محيط المحيط هي الإحاطة هي الإحاطة ما يحيط للشكل محيط المثلث هنا عندك مثلث طول الضلع الأول 24 متر الثاني 18 متر التالي 30 متر إذن بده محيط المثلث إذن هو مجموع أطوال أضلاعه 24 زائد 18 زائد 30 بطلع 72 متر هلأ نأتي للسؤال رقم 1 بولك جدي جدي محيط المثلث أطوال أضلاعه هي عندك 5.6 بالعشرة سانتي هاي أول ضلع 5 صحيح و 6 بالعشرة و 7 سانتي متر و 3.2 صحيح و 3 بالعشرة سانتي متر حكي لك ما محيطه ما محيطه شو بقول أنا هون بقول الحل محيط المثلث يساوي مجموع أطوال أضلاعه الثلاث قاعدة اللي أخدناها إذن شو بقول 5.6 بالعشرة زائد 7 صانتي لاحظوا لازم يكون الوحدات متشابهة سانتي 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 ما بيصير واحدة سانتي واحدة متر لا يجوز إذا واحدة طلعت سانتي واحدة متر بدك تحولي جميع القياسات من نفس الدرجة إذن 7 زائد فاصل 2 صحيح و 3 بالعشرة طبعا نعرف إنه العدد الصحيح فاصلته العشرية صفر إذن أي عدد صحيح بكون الفاصل العشرية له صفر بنرجحها بنرجحها هلأ 6 مع صفر مع ثلاث بعطيك تسعة 5 مع سبعة مع اثنين نجمع الأعداد العشرية مع بعض والأعداد الصحيح مع بعض 5 مع سبعة 12 و 2 14 إذن 14 صحيح و 9 بالعشرة سانتي متر وحدة واحدة المحيط لا يربع وحدة واحدة المحيط لا يربع نأتي إلى الكمل المعلومة من الكتاب هنا تعلم تعلم رأس المثلث دائما دائما رأس المثلث هو الذي يساوي الزاوية الضلع المقابل رأس المثلث دائما يقابل الضلع المقابل إذا بتسير بصف سادس وسابع رح يجيك المثلثات وليك المثلث إذا كان مختلف الأضلاع ما بيكون فيه إلو رأس ولا فيه إلو قاعدة الرأس القاعدة بيكون بالمثلث القائب الزاوية إذن ملاحظة هامة ملاحظة هامة ملاحظة برضو هامة جدا ملاحظة هامة إذن المثلث المثلث الذي له رأس وقاعدة يجب أن يحوي زاوية قائمة زاوية قائمة يعني إذا رسمت لك أنا متلث إذا رسمت لك أنا متلث هذا المثلث مثلا هذا المثلث قائم آه هذا المثلث قائم المثلث قائم في زاوية قائمة لأنه في ثلاث زوايا المثلث في ثلاث زوايا قائمة لاحظة هذا المثلث قائم هاي زاوية قائمة لكن درسمت لك مثلث مثلان حد الزوايا أنواع في أنواع المثلثات أنواع المثلثات راح تاخذيها في صفوف العليا بتعلمي عليها من هلأ أنواع المثلثات هذا بسميه مثلث أنواع المثلثات راح تاخذيه في صفوف 7 أو 8 هاي الشغلات هذا بسميه مثلث قائم الزاوية قائم لازم يكون في زاوية قائمة وتنتين بتكون حادة لا يجوز لا يجوز أن تأتي ثلاث زوايا في المثلث حادة وقائمة منفرجة لا يجوز لازم تيجي واحدة قائمة التنتين حادة إذا أجت واحدة منفرجة بتكون التنتين حادة إذا أجل كلهم الثلاث حادة ما بكون لا منفرج ولا قائمة هذول الثلاث حادة حادة وحادة إذا بسميه مثلث حد الزوايا هذا مثلث بسميه منفرج الزاوية و وحدة زاوية هن زوايا كلها حد إذا هذو الأنواع المثلثات هذي أنواع المثلث من حيث زوايا هذا راح تأخذيه بصف سابع راح تأخذيه بصف سابع أنواع المثلث من حيث زوايا بصف سابع الأمر معاك هذا الحكي متلث قائم الزاوية متلث حد الزوايا متلث منفرج الزاوية المثلث القائم الزاوية هذا الخط القائم قائم بيعطيك الضلع هذا بسميه قاعدة وهذا بسميه ارتفاع إذن الضلعين المحصورة بينهما الزاوية القائمة كل منهما واحد قاعدة واحد ارتفاع إذن ملاحظة أخرى ملاحظة هامة إذن الزاوية القائمة في المثلث تكون محصورة محصورة بين ضلعي القائدة والارتفاع والارتفاع دائما دائما أي زاوية قائمة بمثلث ضلع بسميه قاعدة ضلع بسميه ارتفاع دائما الضلع الأفقي بسميه قاعدة والضلع العامودي بسميه ارتفاع طلعي هون المثلث الآن ملاحظة هامة برضو في المثلثات الحادة الزاوية والمنفرج الزاوية يجب يجب عمل ارتفاع للمثلث عمل ارتفاع للمثلث ليش للحصول للحصول على قاعدة وارتفاع له من عملية التعامد من عملية التعامد بين القاعدة والارتفاع يعني عشان اعمل قاعدة وارتفاع لازم اعمل تعامد تعامد يعني زاوية قائمة كلمة تعامد مرتبطة بالزاوية القائمة واخدناه عند رسم الزوايا اخدناه عند رسم الزوايا والتعامد اعطيتكم يا الحصص السابقة يعني هون بدي اعمل انا زاوية قائمة شو بساوي اذا بدأت برهاي قاعدة هذا الخط زاوية المقابلة بنزل منها خط مستقيم بنزل منها خط مستقيم بعمل هيك خط مستقيم بحط الزاوية على هيك بنزل خط مستقيم منها خط مستقيم يصنع زاوية قائمة يصنع زاوية قائمة بتأكد إنها هاي قائمة إذن هاي تسعين وهاي تسعين نفس الشيء هنا بدي أعمل زاوية قائمة ما فيه هون ضلعها زاوية نزل منها خط على الامتداد على الامتداد على الامتداد بعمل زاوية بسميه هذا ارتفاع على امتداده بمده عشان أقدر أنزل هاي هاي بنسميها رأس هاي بسميها رأس هاي بسميها رأس إذن المستقيم إذن ملاحظة أخرى ملاحظة هامة ملاحظة هامة المستقيم النازل عموديا على القاعدة يسمى ارتفاع والزاوية النازل منها تسمى رأس المثلات هاي يحفظيها المعلومات هاي معلومات اللي بعطيكو هاي المعلومات قواعد ثابتة لا تتغير إذن هاي ملاحظة هامة هلأ بما إنه هذا الخط عامل زاوية قائمة إذن بسميه ارتفاع إذن هادي بسميها رأس المثلات هون جاهز معمول جاهز ما تكون زاوية قائمة ما فيه داعي أشتغل أنا بقول انت نازل عامل زاوية قائمة إذن انت قاعدة انت ارتفاع الخط اللي نزلت منه بسميه رأس هون عشان أنا أعمل زاوية قائمة لازم أنزل ارتفاع إذن هذا بسميه ارتفاع المثلات وهذا الخط اللي نزل منه نزل من هاي الزاوية هاي بسميها زاوية الرأس هاي بسميها رأس المثلات الخط اللي نزل عليه لانه عمل زاوية قائمة بسميها قاعدة مثلات هنا ما فيه زاوية قائمة فيه منفرجة فبقول له ماشي مد خط الاستقام لبرة عشان نعمل زاوية قائمة وننزل من هون هاي بسميها رأس مثلات ليش هاي سميتها رأس لأنه هي اللي نزلت خط منها عمودي أي زاوية بتنزل منها خط عمودي على الضرع المقابل بتكون هي بتكون هي رأس مثلات والضرع المقابل اللي بكون هو قاعدة المثلات طيب هون هاي الشغلات ليش عملناها لو سألتوني طب هذا الشغل شو بدنا فيه هذا الشغل بلزمني عشان المساحة ما بلزمني للمحيط المحيط بجمع الأضلاع اللي على الدائر وخلاص لكن هذا الشغل بلزمني عشان أطلع مساحة المثلات إذا كان عندي مثلات قائمة قائمة بقول انت قاعدة وانت ارتفاع بستعام موجودين لكن وين القاعدة وانت ارتفاع بديهم للمساحة لأنه في عندي قانون للمساحة رح أطيقويا إذا عشان هيك هذا الشغل اشتغلته عشان بحتاجه لمين لمساحة المثلات المثلات